ضاق بهم البر فلجأوا من جديد إلى البحر فسفينة الأمم المتحدة كانت خياراً وسطاً لطرفي النزاع في اليمن من أجل استئناف مفاوضات تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وبحسب ما تخطط له الأمم المتحدة عبر رئيس لجنة إعادة الانتشار التي يرأسها كبير المراقبين الدوليين في اليمن الجنرال الدينمركي مايكل لوليسجارد فإن السفينة ستبحر إلى المياه الدولية وعلى متنها ممثل الطرفين قبل ذلك كان رئيس الوفد الحكومي اللواء صغير عزيز قد وجه للميليشيا اتهامات بتقييد حركة لوليسجارد وهي إن صحت قد تصح عن النوايا التي يضمرها الحوثيون للمساء الجديدة والمحصلة المتوقعة أن المفاوضات قد لا تخرج عما آلت إليه سابقاتها التي عقدت جولاتها بين طرفي النزاع منذ اندلاء الحرب لا جديد في المشهد العسكري بالمدينة التي تطوقها القوات الحكومية من الجنوب والشرق عدم ناوشات تندلع بين حين وآخر على خطوط التماس فضلا عن تعزيز الميليشيا لدفاعاتها من خلال نصب مزيد من الحواجز الترابية والأسمنتية غير أن ممثلي الحكومة قد يكونون في موضع قوة فعودتهم لطاولة المفاوضات جاءت مقرونة بتراجع الأمم المتحدة عن الدعم الذي أبده مبعوثها إلى اليمن مارتين جريفث للانسحاب الأحادي الذي نفذته الميليشيا من موانئ الحديدة في مايو الماضي ويقدر مراقبون استئناف المفاوضات المتوقفة منذ ثلاثة أشهر بأنها لن تخرج عن سياق الجهود الأممية التي تصطدم كل مرة بتعنى تقادة الميليشيا الذين أكدوا مرارا بأن انسحاب قواتهم من الحديدة أمر بعيد الاحتمال